موسيقى شهد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وقائع الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة والتي تاتي في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الرابع والثلاثين لتحرير سيناء بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجلي بعنوان سيناء من انتاج ادارة الشؤون المعنوية تضمن الاهمية التاريخية والاستراتيجية لسيناء كمسرح للدفاع عن امن مصر القومي واسهامات القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة لسيناء وتوفير الحياة الكريمة لابنائها اجتملت الندوة ايضا على محاضرة بعنوان سيناء في الديانات السماوية تحدث فيها فضيلة الدكتور سامل ازهري عن المكانة والمنزنة الرفيعة التي اختص بها المولى عز وجل سيناء فكانت مهدا للأديان ومسارا للعديد من الانبياء في مصر واستعرض اللواء اركان حرب ناجي شهود الخبير الاستراتيجي والعسكري مراحل واسلوب تهيئة المجتمع المصري لازالة الاثار النفسية والمعنوية لعدوان يونيو سبعة ستين كذلك حشد الرأي العام وتكوين ظهير شعبي قوي لدعم القوات المسلحة للاعداد لحرب اكتوبر 1973 المجيدة التي كان لتلحم الشعب مع قواته المسلحة السبب الرئيسي في نجاحها بالصورة التي ابهرت العالم وغيرت الفكرة والتاريخ العسكري سيد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة السادة القاضى العظام السادة الحضور تحتفل مصر في الخامس والعشرين من شهر ابريل من كل عام بعيد تحرير سيناء سيناء أرض الفيروز هذه البقعة المباركة من أرض مصر الطاهرة فلقد صدق الله وعده وأعز جنده وصان كنانته وحفظ أرضه المقدسة وتوج كفاح شعب عظيم صاحب أعرق الحضارات بنصر مبين ولا شك أن سيناء تحظى بمكانة مميزة في قلب كل مصري مكانة صاغتها الجغرافيا وصاغها التاريخ وسطرتها بطولات ودماء المصريين وتضحياتهم لحماية هذه الأرض البوابة الشرقية لمصر وحسن الدفاع الأول عن أمنها إنه ليوم عظيم يوم تحرير سيناء الذي ثبت فيه أن المصري مقاتل عنيد ومفاوض سديد السادة الحضور إنه ليوم عظيم يوم تحرير سيناء بأيدي أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين وهبوا أنفسهم لله وللوطن يقاتلون في سبيل الله يريدون وجهه ويطلبون الشهادة فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء إننا نحن هاماتنا لشهداءنا الإبرار الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الذين وضعوا الولاء للوطن في أعلى المراتب وجعلوه أسمى من الحياة فكتبوا بذلك أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية فأستحقوا أن نخلِّد ذكراهم وأن نضعهم في منزلة الصديقين والأبرار حي بإسمي وبإسم نواب الشعب كل من شارك في صناعة هذا العيد المجيد إننا نعلم الجهد الذي تبزله القوات المسلحة في مختلف المجالات الداخلية والعربية والدولية كما نقدر الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة للزود عن حياض الوطن ضد خفافيش الظلام المفسدين في الأرض الذين يلتحفون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء يريدون اختطاف هوية الوطن لكن أبطال القوات المسلحة قادرون بعون الله على اكتساس جزورهم وتطهير الأرض منهم يحاولون هدم مؤسسات الدولة وتشويه صورتها إلا أن هذا الشعب يقف داعماً لجيشه ومؤسساته في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن في مرحلة تستدعي تضامن هذا الشعب خلف كافة مؤسسات الدولة وبهذه المناسبة يا سرين أنا أتقدم بالتهنئة للحكومة لحصولها على سقة البرلمان لتبدأ سيد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة القادة العظام لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض الفيروز ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر وقد آمن سيادة الرئيس بأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وقد بدأها فأوفى بما وعد وأستكملت مصر خارطة المستقبل بالتآم مجلس النواب الذي يحتضن ممثلين عن جميع فئات الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وأستطاع هذا المجلس في وقت لا يقاس بحساب الزمن أن ينجز ما عجزت عن إنجازه مجالس سابقة إنما يحاولون تشويه صورة المجلس النيابي إنما يحاولون أن يفتأوا في عضد هذا الوطن ونواب الشعب منتخبون بإرادة شعبية حرة كاملة هؤلاء يزهرون جانباً من جوانب الحقيقة ويزهرون مواطن الاختلاف ولا يزهرون مواطن الاتفاق والإنجاز لهؤلاء وأولئك نقول لقد قام المجلس في بداية عمله بعرض ومناقشة 342 قراراً بقانون صدرت في غيبة المجلس فضلاً عن مناقشة وإقرار لائحته الداخلية التي تضم بين دفتيها 437 مادة كما شهدت أروقة المجلس زيارة ست رؤساء دول في سابقة لم يشهدها البرلمان من قبل فكان أهم نتائج هذه الدبلماسية البرلمانية عودة مصر في الاتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي والمجلس عاقد العزم على أن يتعاون ويتكامل مع باقي سلطات الدولة في سبيل مواجهة كل محاولة خبيثة للنيل من الدولة وهدم مؤسساتها وما كان ليتحقق شيء من هذا لولا جهود سيادة الرئيس ومثابرته وسياسته الحكيمة التي أستردت بها مصر مكانتها وثق لها بين الأمم هنيئا لمصر باكتمال مؤسساتها الدستورية هنيئا لمصر بتعاون وتكامل سلطاتها في سبيل تحقيق سيادة القانون وتطبيق صحيح أحكام الدستور وتحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة هنأ فيها الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء الغالية مؤكدا أن ثقة مجلس النواب في برنامج الحكومة سيظل دافعا قويا لبدل مزيد من الجهد والعمل من أجل مصرى المستقبل سيد الفريق أول سطئي صبحي وزير الدفاع السادة قادة الحضور الكريم يسعدني في البداية أن أقدم تهنئة حارة للقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء إننا نستلهم روح تحرير سيناء ونؤكد أنه إذا كان تحرير سيناء يعتبر تحديا فهناك تحدي جديد وهو الوصول إلى مصر الحديثة المتطورة والوقوف بشدة أمام أي عرقلة لمسيرة تقدمة ويشرفني أن أحضر معكم اليوم فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة درع مصر وحمات الوطن وآلة البناء والإعمار والتنمية يد قوية تبني ويد جسورة تحمل السلاح فتحية لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن وحماية للأرض والعرض تحية لمن أقاموا الصروح تحية لمن أقاموا الصروح القوية من البنية الأساسية والبنية المجتمعية والبنية العلمية تحية لمن أسرعوا في الإنجاز وخفضوا في التكاليف وجودوا في الأداء تحية إعزاز وتقدير وعرفانا بالجميل إلى قوتنا المسلحة وحفظكم الله يا خير أجناد الأرض وحفظ قائدكم الأعلى وقائدكم العام وجميع ضباطكم وأفرادكم ورجالكم لو سمحتوا لي حضرتكم أنا أتكلم يعني على الوضع الراهن والتحديات اللي بتواجهنا في مصر وهكى حكومة لعلكم تدركون جميعا حجم التحديات التي تواجهها البلاد أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية محلية وإقليمية وعالمية ولزالت هذه التحديات تلقي بظلالها على المواطن المصري في عمله وفي رزقه وعلى المستثمر المصري والصانع المصري والمزارع المصري وعلى الموازنة العامة للدولة فالتحديات كبيرة وغير مسبوقة هناك مخاطر تهدد الأمن القومي المصري على الصعيدين العربي والإقليمي سوريا، اليمن، ليبيا، العراق الزيادة المضطردة في السكان لأكثر من 2.5 مليون نسمة في السنة وصعوبة الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم كلما بتتحقق معدلات نمو بتتأثر هذه المعدلات في كل سنة بالزيادة المضطردة في عدد السكان هنا بنزيد بحوالي 8 أضعاف كوريا الجنوبية وأربع أضعاف الصين طبعا المعدلات دي معدلات مرتفعة هناك ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والإناث انخفاض جودة الخدمات العامة نظرا لنقص الموارد كل الخدمات في مصر منذ أكثر من 30 أو 20 أو 30 سنة تعاملنا معها ليس بشكل الاقتصادي الذي يجب أن نتعامل معها فكانت دايما الإيرادات أقل من التكاليف وبالتالي لم نتمكن من تطورها لم نتمكن من التوسع فيها بما يواكب احتياجاتنا وزيادة المضطردة في السكان وكان الموقف ما نحن عليه النهاردة في هذه الخدمات اللي احنا كلنا كمصريين بنشتكي منها وبيشتكي منها الأكثر محدود الدخل والفقراء وهي السحة والتعليم والصرف الصحي والإسكان وغيره طبعا النمو الاقتصادي الذي اتخفض خلال 3 سنوات من 2011-2012-2013 يمكن لأقل من 2% أو 2% الحمد لله العام الماضي وصلنا لمعدل نمو 4.2 من 10 هذا العام نستهدف إن شاء الله 4.4 من 10 بإذن الله 2016-17 في ضمن برنامج الحكومة نستهدف 5.2 من 10 معدل نمو والعام التالي 6% معدل نمو السنوات التالية نأمل أنها تتعدى نسبة ال6% وهذا مطلوب إذا كنا حقيقة نرغب في تحقيق معدلات نمو للاقتصاد وننهض بمصر فيجب أن تكون معدلات نمو تفوق 6% هناك تحديات خاصة بمعدلات التضخم وعجز الموزنة وارتفاع الدين العام واختلال أوضاع ميزان المدفوعات مخاطر كبيرة لكننا جدون في الإصلاح وبمنهج علمي سليم والأمر يتطلب مواجهة المشاكل لا تأجيلها وصلنا للمرحلة الحقيقة يجب أن نأخذ كل القرارات علشان الإصلاح لا نستطيع أن نأجل القرارات أو نسوف القرارات يجب أن نعي أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى قرارات ومتلاحقة في المرحلة اللي جاية إذا كنا عايزين فعلاً إن شاء الله ونواثق أننا كلنا وكل مؤسسات الدولة ترغب في الإصلاح والتقدم للإمامة برنامج الحكومة نحن تقدمنا ببرنامج الحكومة في 27 مارس الماضي وعرض على مجلس النواب تشكلت لجنة خاصة في مجلس النواب قامت بدرسته خلال فترة زمنية الحقيقة كان فترة زمنية وجيزة لكن كان تحدي واللجنة قامت بدور أكثر من ممتاز وقدم التقرير للحكومة وللمجلس مبارح في جلسة مجلس النواب عقبت الحكومة على تقرير اللجنة وعلى كل ما تفضل به السادة النواب وسيد رئيس المجلس قال لي أنه من تحدثوا خلال الفترة بعد صدور أو بعد قرار اللجنة تعدى الربعمائة من السادة الأعضاء وده يؤكد مدى الاهتمام ومدى مشاركة أعضاء مجلس النواب في هذه الخطة وفي إعداد هذا البرنامج اللي بيهم كل مصر وبيهم المواطن المصري والحقيقة كان فيه تعقيم من الحكومة سمى تعقيم من رئيس اللجنة ووافق المجلس ومنح الحكومة الثقة الحقيقة أنا بقف عند هذا المشهد لأن المشهد ديمقراطي بيعكس مصر جديدة بيعكس فعلاً صورة مختلفة أن تتقدم الحكومة ببرنامج يناقش بواسطة لجنة ويناقش بواسطة أكثر من ربعمائة عضو ثم يتم التعقيب عليه ويتم التصويت عليه ونسمع كل الأراء حقيقة كانت صورة مشرفة لمصر وبتقول أن نحن مصر فعلاً على الطريق السليم في المصاري الديمقراطي إن شاء الله وطبعاً أنا أود في هذا الموقف أن أهنئ السيد رئيس الجمهورية وأهنئ كل السادة الزملاء أعضاء الحكومة على ثقة البرلمان الغالية بالحكومة ولا يفوتني أن أوجه الشكر الجزيل للسيد الدكتور رئيس مجلس النواب ووكيله وجميع السادة الأعضاء ونعيدهم كما وعدتهم بالأمس أن تضع الحكومة جميع ما تقدموا بيهم من مقترحات وملاحظات ضمن البرنامج وهنا نعتبر متمم ومكمل لبرنامج الحكومة وأكد أننا عازمون على بذل قصار الجهد بالتنسيق مع الجميع لتنفيذ جميع مطالب الشعب التي عبر عنها وطلبها السادة نواب الشعب إن مهمة الدولة المصرية تحقيق التكامل بين كل مؤسساتها للحفاظ على هوية مصر واستقرارها المرحلة خطيرة تتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة مجلس النواب مع الحكومة مع كل أجهزة الدولة نستوجب المرحلة دي يتكاتف الجميع قدمنا برنامجاً واقعياً وتمت دراسته بشكل واقعي لنظري ونؤكد أن هذا البرنامج سيكتب له النجاح إن شاء الله بفضل تكاتف الجميع وتنسيق الجهود وتضافر كل قوى المجتمع والعزم الأكيد على البناء بقوة وأمانة وتجرد وإخلاص المحاور العمل في برنامج الحكومة تتعلق بالأمن القومي المصري وأنا أريد أن أوضح أن الأمن القومي المصري لا يتعلق فقط بالحدود وأمن المواطن والقضاء على الإرهاب ولكن جزء أكيد وأصيل في الأمن القومي المصري هو الموقف الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وصعب جدا لدولة أن تتقدم وأن تحقق نجاحات في المجال الاقتصادي دون أن يكون هناك أمن قومي حقيقي وأن يكون هناك حفاظ على هذا الأمن وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي المصري هو نقطة أصيلة في التقدم الاقتصادي إن شاء الله وتحقيق من كلنا نسعى لتحقيقه بتحقيق معدلات النمو اللي بنرجوها المحور الثاني هو ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعمها وعمل الاحترام حقوق الإنسان سيادة القانون إجراء الانتخابات المحلية أتوقف هنا وكان فيه توجيه من سيد الرئيس بالتعجيل بانتخابات المحليات إصلاح المحليات سيكون جزء أصيل منه هو انتخابات المحليات في المرحلة الحالية وسيد الرئيس وجه بأن تتم إن شاء الله قبل نهاية العام وإحنا بإذن الله ملتزمين بهذا انتخابات المحليات ستساعدنا في تحقيق اللا مركزية وستساعدنا أيضا في تحقيق الإصلاح اللي بنستهدفه في المحليات في محور خاص بالرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة وبنعمل على تحقيق اقتصاد سوق منضبط توفير فرص عمل لائقة خفض معدلات البطالة والفقر زيادة معدلات النمو بنسبة تزيد عن 6% واستعادة عفية الاقتصاد المصري واستعادة ثقة في الاقتصاد المصري بنستهدف أيضا أن نصل بمعدلات الاستثمار من 14% إلى 19% في عام 2017 و2018 خفض معدلات البطالة إلى ما هو أقل من 10% حاليا في حدود 12.7% خفض نسبة عجز الموازنة كان عجز الموازنة 12.2% خفض الحمد لله إلى 11.5% بنسعى إن شاء الله في العام القادم أن يكون أقل من 10% وده يستوجب جهود كبيرة إن شاء الله بنسعى أيضا لتحقيق العدالة في توزيع الدخول التنمية المستدامة دعم ودفع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة تطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع الأعمال العام وإنجاز المشروعات القومية الكبرى اللي من أمثلتها محور قناة السويس نهضة شاملة للمنطقة موانئ يتم تطويرها أنفاق لربط سيناء طرق جديدة شرق وغرب القناة ودي للتكنولوجيا مناطق لوجستية مناطق صناعية نحن نتحدث عن نهضة كاملة وشاملة لمحور قناة السويس إقامة جيل جديد من المدن الجديدة على شبكة الطرق القومية عندنا أيضا مدينة الجلالة مدينة العالمين العاصمة الإدارية الجديدة المدينة شرق برسعيد ومدينة السويس الجديدة مشروع المليون ونصف الدان مشروع تطوير السحل الشمالي الغربي مسلس الزهبي محور 30 يونيو ومشروع مدينة الجلالة تنمية حقول الغاز لدينا كشف كبير تحقق في عام 2015 هذا أكبر كشف يتحقق في منطقة الشرق الأوسط أكبر كشف يتحقق في البحر المتوسط هو أكبر كشف يتحقق في تاريخ مصر إن شاء الله سيتم تنمية ويدخل الإنتاج بدءا من عام 2017 قرب نهاية عام 2017 بإذن الله عندنا مشروع المحطة النووية بالضبعة بحيث أن يبقى فيه عندنا تنويع فيه مصادر توليد الطاقة لأننا كنا نعتمد على مصدر هو الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية النهاردة فيه تغيير وتطوير لمزيج الطاقة في مصر وده رؤية استراتيجية متميزة أن نبدأ ندخل في مجال الطاقة النووية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك طبعا محور العدالة الاجتماعية في البرنامج بحيث يتم رفع كفاءة منظومة الدعم إلى جانب تطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والتعليم والصحة كل هذه الخدمات يجب إن شاء الله أن نشهد فيها تطوير في المرحلة المقبلة بإذن الله سيد دكتور رئيس مجلس النواب الحضور الكريم لقد رعينا في برنامج الحكومة أن يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويكون الجانب التنفيذ الأول لها ولمكوناتها فلقد فرضت الظروف والتحديات على الحكومة المصرية أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تعلي فيها مصلحة المواطن والوطن وتأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل وتثبت عزمها على تنفيذ عملية إصلاح شاملة وجادة وهذا هو ما استهدفته استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تم إطلاقها بتشريف ورعاية السيد رئيس الجمهورية قبل أسابيع قليلة كما تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة وأن يتعدى معدل النمو الاقتصادي نسبة 10% وتتلاشى نسبة الفقراء تحت خط الفقر المطقر في نهاية كلمتي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلحمنا جميعنا التوفيق والسداد وكل ما فيه الخير وطننا الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلال كلمته أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لخدمة أبناء الوطن مستلهمين عون الله في تحقيق أمن الشعب المصري واستقراره كل عام حضراتكم جميعا بخير كل عام قواتنا المسلحة بخير كل عام وشعب مصر العظيم بخير السيد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة نستقبل جميعا هذه الأيام بكل فخر وإعزاز ذكرى تحرير سيناء الغالية ويسعدني بهذه المناسبة العظيمة أن أتقدم بخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري الكريم وإني إذ أنتهز هذه المناسبة الوطنية لكي أؤكد أن جهاز الشرطة يؤدي مهامه بكل طاقته وفاء للواجب الوطني المقدس لخدمة الشعب المصري ومنطلق قناعته بالالتزام الكامل بتقديم كافة إمكاناته لتحقيق رسالته المنشولة ورغم التحديات الجسام التي يواجهها جهاز الشرطة إلا أنه عاقد العزب على استكمال مسيرته النبيلة في حفظ الأمن ومواجهة الجريمة بشتى سورها ومكافحة الإرهاب والبغيط بهدف تحقيق الأمان والاستقرار لجموع الشعب المصري وفي هذا الإطار كان لزاما علينا تطوير كافة الوسائل التي يستخدمها جهاز الشرطة وتحديث إمكانياته والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين في إطار من الالتزام الكامل بأحكام الدستوري والقانون كما أؤكد أن جميع رجال الشرطة يبزلون الجهد والعرق ويقدمون شهداء ومصابين فداء لهذا الوطن وهم راضون فرحون من أجل تحقيق أمان هذا الشعب العظيم وفي ذات الاتجاه فإن جهاز الشرطة وهيؤدي هذا الواجب الوطني الشريف سوف يواجه بكل حزب أي التجاوزات سلبية تمس كرامة أو حرية أو حق من حقوق المواطنين إن الدولة المصرية بتكاتف وتماسك جميع مؤسساتها الوطنية قادرون بإذن الله سبحانه وتعالى على مواجهة كافة التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة أو أي محاولات لزعزعة استقرارها أو تشويه مؤسساتها والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدمت الشاعر إيمان معاذ مجموعة من القصائد الشعرية في حب مصر تناولت فيها تلاحم المصريين معا ورغبتهم وطموحهم في العبور نحو مستقبل مشرق وقدم الفريق سامى عسكر قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب شرحا تفصيليا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تشمل إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وكافة سبل الرعاية لأبناء سيناء وفي نهاية الندوى أكد القائد العام خلال لقائه بقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة أن ذكرى تحرير سيناء ستظل في ذاكرة تاريخنا الوطني والقومي رمزا لعظمة الإرادة المصرية وقواتها المسلحة التي ستظل بعطاء رجالها وتضحياتهم دوما درعا قويا للوطن يحمي قدسية أراضيه وحصنا منيعا للشعب يصون له تاريخه وأمجاده أسازن حضراتكم فينا قبل ما أقول الكلمة بتاعتي ننقف بيئة أحداد على شهدائنا الأبرار ونقرأ لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس النواب السيد المهندس الشريف إسماعيل رئيس المجلس الوزراء السادة الوزراء القادة والضباط وضباط الصف والجنود الأبطال في كل مكان في جمهورية مصر العربية السيدات والسادة الحضور الكريم نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء التي جسدت إرادة شعب وعظمة أمة وأكدت قوة وصلابة قواتنا المسلحة ورجالها وإيمانهم بقدسية مهامهم ومسؤولياتهم في تحرير الأرض المقدسة في سيناء والسرداد العزة والكرامة العربية ويشرفني ونحن نحتفل بهذه الذكرى القالدة أن أرحب بكم باسم رجال القوات المسلحة في يوم عيدهم الذي أعاد لمصر عزتها وكرامتها وللعسكرية المصرية شموخها وكبرياءها متحلين ومتمسكين بروح أكتوبر التي ألهمت لرجال على جبهات القتال وشدت من أزرهم فكانت الصحوة الكبرى في تاريخنا وأسهمت في تحقيق النصر بأشرص معارك التاريخ الحديث وأسمح لي في هذه الذكرى العظيمة أن أوجه التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولجميع مؤسسات الدولة المصرية العظيمة ولشعب مصر العظيم برجاله ونسائه وعماله وفلاحيه مثقفيه ومفكريه وأدبائه وفنانيه ومسلميه ومسيحييه الذين كانوا سنداً لقواتهم المسلحة وقدموا من بينهم الشهداء والمصابين وشاركوا بدور فاعل في تحقيق النصر ودحر العدوان إننا نتذكر بكل الفخر والأتزاز في هذا اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية جيل أكتوبر العظيم من رجال القوات المسلحة الذين نظروا أنفسهم فداء للوطن وأكدوا للعالم أن رجال قوات مصر المسلحة لا يقبلون بضيم ولا يتهاونون مع معتد ولا يفرطون في حق من حقوق مصر المشروعة مهما بلغت التحديات والصعاب فتحية إكبار لذلك الجيل وتحية إجلال لشهدائه الأبرار ومصاب العمليات الذين كتبوا في تاريخ الوطن بأرواحهم وأجسادهم أعظم صفحات البطولة والاستبسال والتضحية والشرف والفداء وتحية عظيمة لشهدائنا ومصابين الأبرار الذين استشهدوا وأصيبوا وهم يقاتلون الإرهاب الإرهابيين المجرمين الأندال لحماية سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم تحية أعزاز وتقدير لإخوتنا وأشقائنا في سيناء على ما قام به آباؤهم وأجدادهم من جلائل الأعمال وأعظمها خلال سنوات الاحتلال التي عاشوا معاناتها وقسوتها وأكدوا بما قدموه من تضحيات وبطولات وطنيتهم وولاءهم الكامل لمصر وشعبها وعهد مننا أن تعمل القوات المسلحة جاهدة على تحقيق مطالب أبناء سيناء للحياة الكريمة الآمنة حتى تظل جزءا عزيزا غاليا من أرض الوطن ينعم أبناؤه بالأمن والأمان والعزة والكرامة السادة الحضور إن احتفالنا كل عام بذكر سيتحرير سيناء المجيدة إعلاء وتمجيدا لعظمة مصر وتاريخها واعتزازا وتخديرا لعطاء شعبها العظيم وتضحيات وبطولات رجال قواتها المسلحة الذين خاضوا المعارك غير هيابين في إنكار للذات مضحين بكل غال ونفيس لقد استطعنا بحمد الله وتوفيقه خلال فترة الماضية القضاء على الكثير من البؤر الإرهابية في سيناء ومختلف المحافظات بالتعاون الكامل مع رجال هيئة شرطة البواسل وإخوتنا في سيناء والشرفاء من أبناء هذا الوطن وإننا لماضون على الطريق عاقدين العزم على مواصلة الجهاد والجهد لاكتثاث ذلك الإرهاب البغيض من جذوره بإرادة صلبة ويقين أكيد بأن حماة مصر وشعبها هو واجبنا المقدس إن مصر ستظل وطنا آمنا لكل أبنائها يضلهم الإيمان بالله والتوحيد له خصها الله بالذكر في قرآنه الكريم وبالأمن والأمان وبارك شعبها في إنجيله جاءها الخليل إبراهيم وتزوج منها السيدة هاجر أم العرب وأتاها موسى عليه السلام وتلقى على أرضها وصايا الله العشر ووطأت أرضها السيدة مريم العذراء وابنها المسيح عيسى عليهم السلام فوجد فيها المأوى والملجأ والملاد وهبط أرضها الأنبياء وتزوج منها نبي الأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ماريا القبطية وأوصى بأهلها خيرا وشرف جندها بقوله الكريم أنهم خير أجناد الأرض وفي رباط إلى يوم الدين إن مصر كانت ولا زالت منارة الإسلام ووسطيته وسماحته بأزهرها الشريف وعلمائه الأجلاء الذين تجاوزت علومهم حدود أمتنا العربية وقصدهم المسلمون من كل بقاع الدنيا ينهلون من علومهم ومن ثقافتهم الفقهية والدينية إنني أدعو المصريين جميعا للالتفاف على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها ونحفظ كرامتها ونضحي من أجلها بكل غال ونفيس نباهي بها وطنا آمنا عريقا مستقرا يسعى شعبه إلى بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات والمغريات وتفرق بين الحق والباطل والغث والسمين وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم السادة الحضور إن مصر آمنة بإذن الله بقواتها المسلحة القوية الوطنية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن مصر القومي في الداخل والخارج لن تتسامح أو تتهاون مع من يحاول أن يستبيح أرضنا أو ينشر الفوضى على حدودنا ولن نقبل ابتزازا أو ضغوطا من أحد مهما كان وعهد وقسم بأن يظل رجال القوات المسلحة البواسل محافظين على يمين الولاء والفداء لمصر وشعبها وأن يسلموا راية الوطن للجيل القادم مرفوعة هامتها عزيزة صواريها تخفق بالعزة والكرامة لشعب مصر العظيم والمجد والخلود للوطن وشعب مصر بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضر الندوة دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرار الرئيسية وعدد من نواب البرلمان وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبت الكليات العسكرية والجامعات المدنية